موسيقى فوائد تناول البطيخ للحامل هناك العديد من الفواكه التي يمكن للحامل تناولها وأخرى يجب على الحامل تجنبها ومن حسن الحظ فإن البطيخ من الفواكه التي يمكن للحامل تناولها فهي صحية ومغذية ومنعشة وتزود الجسم بالطاقة والبطيخ مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات كفيتامينات A وC وB6 والمعادن أيضا كالماغنيسيوم والبوتاسيوم وهو يحتوي على كميات كبيرة من الألياف ويعتبر البطيخ حلا للعديد من المشاكل التي تواجه السيدة الحامل في المراحل الأولى من الحمل هناك العديد من الطرق التي يمكن للحامل أن تستمتع من خلالها بتناول البطيخ من دون إفقاده عناصره الغذائية فمثلا يمكن تناول شراب البطيخ في الصباح لتخلص من الغثيان الصباحي وإضافة البطيخ إلى السلطة ويمكن تناول البطيخ كطبق جانبي مع الطعام المشوي لإضافة الطعام الحلو لها ويمكن عمل سموث البطيخ لتناوله كتحلية فوائد البطيخ للحامل يخفف البطيخ من الشعور بحرقة المعدة إن البطيخ يعد طريا وسهل الهضم من قبل المعدة وتعانى الحامل من العديد من المشاكل الهضمية كالحمودة وحرقة المعدة ويساعد البطيخ في حل هذه المشكلات ويعمل شعورا مباشرا بالروحة يقلل من التورم تتعرض الكثير من السيدات إلى تورم أقدامهن وأيديهن خلال فترة الحمل يحتوي البطيخ على كمية كبيرة من الماء مما يقلل من انسداد الأوردة والعضلات مما يساعد على منع حدوث التورم يقلل الشعور بالغثيان الصباحي فالبطيخ يمنح الشعور بالانتعاش والنشاط مما يساعد السيدة الحامل على بدء يومها بشكل أفضل ويقلل من شعورها بالغثيان يمنع الجفاف تنصح كافة السيدات الحوامل بشرب كميات كبيرة من السوائل لمنع إصابتهن بالجفاف فالجفاف يتسبب بحدوث تقلصات مبكرة مما يؤدي إلى ولادة مبكرة والبطيخ يحتوي على أكثر من 90% من الماء وتناوله يحافظ على الإنسان من الجفاف يقلل من تقلص العضلات فخلال فتة الحامل تتعرض الحامل إلى العديد من التغييرات فزيادة الوزن والهرمونات تتسبب بألم في العظام والعضلات وتناول البطيخ يساعد جسم الحامل على التكيف مع هذه التغييرات ويقلل من ألم العضلات يمنع التصبغات العديد من الحوامل يعانين من تصبغات الجسم والبطيخ يساعد في المحافظة على نشاط الأمعاء والمعدة ويسهل عمالية الهضم وهذا بدوره يؤدي إلى المحافظة على صفاء الوجه وخلوه من التصبغات فحدوث التصبغات ينتج عن عدم قدرة الجسم من التخلص من السمو والبطيخ يمنح الحامل تألقا خلال فترة الحمل تحذيرات يحتوي على كمية كبيرة من الجيلوكوز يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجيلوكوز في الدم ويتحول بالتالي إلى سكر الحمل ولذلك يجب عدم الإفراط في تناول البطيخ يعمل كمنقل الجسم إن تناول البطيخ مفيد للأعضاء الداخلية للحفاظ على صحتها ولكن الجسم يحتاج إلى أنواع أخرى من المغذيات بما أن البطيخ يعمل كمنقل الجسم فإنه سيتسبب بإخراج المواد الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم قد يتسبب بمشاكل المعدة يتعرض البطيخ لتلف بسرعة ولذلك يجب ترك البطيخ مفتوحة لفترات طويلة فهو بذلك قد يتسبب بمشاكل في الهضم كالغثيان والتقير أترككم في رعاية الله وأمنه ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل مفيد إن شاء الله